بوضوح وبصوت عالي لا يريد هؤلاء عودة الجهاديين التونسيين المنتشرين في جبهات القتال الحكومة التونسية ترفض العفو عنهم وتقول أن السجن مصيرهم موضوع جدلي هنا عندما ننظر إلى قضية العودة عودة التونسيين من بؤرة التوتر تونس أعتقد أنها من أولى الدول التي ستستقبل أعداد محتربة من المقاتليين الذين ذهبوا للقتال إلى هناك اليوم بالنسبة للأرقام لنا 800 عائد ولكن هؤلاء عادوا على دفوعات يقدر فريق عمل لخبراء الأمم المتحدة عدد التوانس المنضمين للمجموعات الجهادية بأكثر من أربعة آلاف وهم بذلك يشكلون أكبر أعداد الجهاديين الأجانب الذين ذهبوا للقتال في العراق وسوريا والأسباب تتنوع من الاقتصادي الاجتماعي إلى جاذبية خطاب التنظيم ابن هذه السيدة أحدهم لا تعرف إلى اليوم ما الذي حل به وتقول إنها تفضل أن يعود إلى بلاده مهما كان مصيرا حي الطبامن يوصف هنا في العاصمة التونسية بأكبر الأحياء الشعبية في أفريقيا من هو من أحياء هامشية شبيهة خرج أكثر من نصف جهاديين التونسيين للقتال سواء في العراق وسوريا وحتى ليبيا لكن هذا ليس استثناء مدن شبيهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحتى أوروبا تتسال كيف سيتم التعامل مع هؤلاء إذا ما عادوا تقدر عداد الجهاديين كهؤلاء بأكثر من ثلاثين ألفا ذهبوا للقتال من خمس وثمانين دولة في العالم منهم من يتوقع أن يعود لبلاده إذا ما هزم التنظيم في معارك الموصل أو الرق المرتقبة أو حتى سرت في ليبيا المنطق القائم على خشية من تنفيذ الجهاديين لعمليات في الدول التي يعودون إليها دفعت كل من بلجيكا وفرنسا والنرويج لسن قوانين تقضي بسجنهم مباشرة وأما بريطانيا سنت قانونا يقضي بعدم السماح لهؤلاء بالعودة ما لم يوقعوا على تعهدات صاربة متبوعة بالسجن وحجز جوازات السفر وأما الدنمرك فتفردت ببرنامج خاص للتأهيل بعيدا عن السجن منطق مقابل يرى بالعائدين مصدرا أساسيا لمعلومات استخباراتية لكن هذا أيضا يبدو أنه يفتقر لجهود مؤسسية مراد بطل الششاني بي بي سي تونس